في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات وإحصاءات العنف الأسري تكاتف وذلك بحضور دولي يضم ممثلين عن الأمم المتحدة تتقدمهم سعادة سيدة فومزيلي ميلابو لاكولكا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السيدة إناس مكاوي وقد أكدت سعادة الأستاذ هالي الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين مساهم أساسي في الجهود الدولية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة مشيدة بما وصلت إليه العلاقات من تطور بين البحرين ممثلة في المجلس الأعلى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في كل ما يتعلق بقضاياها وأوضحت الأنصاري أن قاعدة بيانات وإحصاءات العنف الأسري تكاتف تهدف إلى رص ومتابعة مختلف حالات العنف الأسري من خلال منصة إلكترونية متطورة لسجل بيانات موحدة لحالات العنف والتغييرات التي تطرع على وضع المرأة المعنفة وأشهدت تلمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالجهود الوطنية التي بضلت في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 وثمنت جهود وزارة الداخلية وجميع الشركاء من المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأعلامية من جانبها نوهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة بجهود البحرين في مجال تحقيق المساوات بين الجنسين ورص ومتابعة حالات العنف ضد المرأة وأشهدت بتعاون البحرين الفعال مع الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وأشارت السيدة لاكوكا إلى أن جهود المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق قاعدة بيانات موحدة لرص حالات العنف ضد المرأة تأتي بالتزامن مع حملة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله تأتي زيارة السيدة فومزيلي وكيل أمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي فكان أحد الاتفاقات بأن يتم فتح مكتب تمثيلي لليون ومن في مملكة البحرين في مقر أو في مبنى الأمم المتحدة وذلك لمتابعة بنود هذه المذكرة طبعا المذكرة طموحة جدا وتتناول جوانب عديدة منها تبادل الخبرة تبادل الخبرة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة فيما يتعلق بجوانب تقدم المرأة وإلى أي حد قدرت مملكة البحرين أنها تنجح في الإيفاء بالتزاماتها تحت مضلة منهاج عمل بيجين أو اتفاقية السيداو أو غيرها من الخطط العديدة التي تصدرها الأمم المتحدة وتنجح مملكة البحرين على الدوام في الإيفاء بهذه الالتزامات برنامج عمل الوفد الزائر اليوم غير فتح مكتب تمثيلي لهم قرروا أن أهم أيضا يروجون لحملة دولية يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة عن موضوع العنف ضد المرأة فانتهز هذه الفرصة في الحديث عن جهود مملكة البحرين فيما يتعلق أيضا بمعالجة ظواهر العنف الأسري اليوم فتكلمنا عن استراتيجية وطنية لمكافعة العنف الأسري تكلمنا عن قانون العنف الأسري تكلمنا عن قانون الأسرة الذي صدر مؤخرا وأيضا تناولنا العديد من المؤشرات التي تهم المجتمع الدولي والذي نثبت من خلالها مدى تقدم مملكة البحرين في معالجة موضوع العنف الأسري شكل أطلاق خطوة تكاتف وفتح يوان ومن في البحرين هو خطوة الساهم في الحفاظ وحماية وتعزيز حقوق الإنسان ولا شك أن الدور البارز الذي يقوم به مجلس العنى المرأة رئاسة صاحبة سمو الملكين أمير سبيك ابت إبراهيم آل خليفة قرينة سيدي جلالة الملك والجهود الواضحة التي يقوم بها المجلس والأمان العام للمجلس والفرق كلها المشتركة بين المجلس وبين الجهات الأخرى أدت لأننا نقول بكل ثقة أننا تعدين مرحلة تمكين المرأة وأن مسألة حماية المرأة من العنف الأسري هي من الأولويات وأن أطلاق مثل هذا البرنامج تكاتف بالتعاون مع وزارة الداخلية هي من الخطوات التي نشيد بها جميعاً سواء كنا نستسلق الوطنية لحقوق الإنسان أو المجتمع المدني وهي خطوة لا شك تعد من الإنجازات الحقوقية الرائدة لمملكة البحرية هذه المبادرة ستوفر كل الدعم والوقاية من كل أنواع العنف تعرض للمرأة وأحب أن أقول أن العنف تعرض للمرأة هو العنف عالمي ولكن ونحن في هذه البلد التي فيها الرخاء وفيها التواصل الاجتماعي الجميل بما أننا في بلد في جزيرة وعادة يكون السلوك العام للجزيرة هو التسامح وهو الأسلوب الجميل في التعامل أكيد رح نستفيد منها بشكل أساسي عملية رصد المعلومات رح توجه العاملين على تقديم هذه الخدمات على دراسة الاحتياجات وتوجيه الخدمات للأشخاص التي فعلاً يحتاجونها وباعتقادي كل النساء البحرين فخورين فيها